السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نمضح هل دولة سانغافورة تعتبر دولة مسلمة؟ هذا السؤال تكرر كثيراً كثيراً أعزائي غالبية المسلمين في سانغافورة هم من المسلمون السنة الذين يتبعون المذهب الشافعي أو الحنفي حسب التعداد السكاني انخفضت نسبة المسلمين في سانغافورة من 16% إلى 14% في عام 2015 وشهدت أيضاً انخفاضاً كبيراً قتال هذا الأمر والذين انخفضت تقريباً بنسبة 0.7% من نسبة السكان ولكن تعتبر سانغافورة دولة مسلمة نظراً لاحتواء عدد من سكانها أو نسبة من سكانها اقتناتهم لديانة الإسلام ترجمة نانسي قنقر